يبدو سحب حافلة ركاب تزن 12 طنا بالقوة الجسدية المجرد فكرة جنونية لكن محمد بركة بحاجة إلى بضع دقائق فقط لتحضير نفسه لتنفيذ المهمة فالشاب الذي يسكن في مدينة دير البلح الساحلية وسط قطاع غزة يتمتع بقوة خارقة ومهارة في الألعاب والحركات الخطرة تضهش الجمهور هذه الشغلات بجينا نشوفها فقط في وسائل الإعلام الأجنبية بس ندل هذا على شيء فإنما يدل على عزيمة وإرادة هذا الشعب الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما طالب جامعي في السنة الثانية في قسم السياحة والفندقة وكانت تجربته الناجحة الأولى سحب جرافة تزن 13 طنا بذراعيه وطموح محمد غير محدود على رغم عدم طلقيه تدريبا محترفا بدأت أن أجرب أن أسحب نقليات أو سيارات بسناني بدأت بسحب سيارة وبعدين تطورت سيارات أضخم لأضخم حتى وصلت إلى سحب البص بسناني ويحلم بركة بأن يصبح بطلا عالميا وأن يتمكن من السفر للخارج لالتحاق بأندية متخصصة بهذه الرياضات لتؤهله للمشاركة في منافسات عالمية ولا توجد أندية أو مؤسسات ترعى هذه الرياضات في قطاع غزة وتغرق مصر باستمرار معبر رفح وهو المنفذ الوحيد الذي لا يمر بإسرائيل لسكان القطاع المحاصر هذه المواهب لو كانت في دولة أخرى كانوا يهتموا فيها بيصقلوها بيقدموها الدعم نحن للأسف الشديد يعني أنا متأكد مليون في المئة كثير من المسؤولين تبعيننا شافوا محمد وشافوا هذه الأنشطة ولم يتحركوا ساكنا أصدقاء محمد وأسرته ومتابعوه الذين يلقبونه بالخارج وشمشوم غزة يناشدون اليوم السلطة الفلسطينية أن تساعده من خلال ضمه لأحد الأندية في الخارج ليكون مؤهلا لخوض مسابقات دولية